والعلاقات اللي بيطلق عليها مستحيل تاكسك أو العلاقات السامة في حياة بقى كتير مننا بعض العلاقات اللي ممكن تؤثر على شخصيتنا ومصار حياتنا وتأثير ده بيكون تأثير سلبي ودي بتكون نتيجة الدخول في علاقة مع هذا النوم الشخصيات اللي هي الشخصيات التاكسك أو زي ما قلت لحضراتكم العلاقات السامة هذه العلاقات بشكل كبير جدا بتؤثر على كل حاجة حوالينا بقى تؤثر على نفسيتنا وعلى طريق التفكيرنا ده بينعكس على شغلنا وبينعكس على شكلنا وبينعكس على الموت حتى أو المزاج الشخصي لنا وإحنا بنتعامل مع الناس يعني تبقى صعبة تبقى ماشتنا طبعا بكل تأكيد لكن المهم إزاي يعرف أن الشخص ده تاكسك وبعدين إزاي يعرف أنا إذا كنت أنا شخصيا تاكسك ولا لأ دي حاجة بربا عايزين نعرفها كل الحاجات دي أنا عرفها من الدكتورة بسانت فاروق استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك يا دكتورة بسانت صباح الخير صباح تقول يا أهلا بيك مصطلح جنيد شخصية تاكسك ده لسا سمعين عنه قريب كنا نقول عليه إيه زمان طيب العلاقات المؤزية بس هي بما إنها تقريبا أخذت شكل أكبر فبقوا يطلقوا عليها تاكسك هي تاكسك بمعناها سامة بس هي ما نقدرش نقول هي سامة بمعنى يعني بالمعنى الفعلي بتاعها لكن هو الأعرب لها هي العلاقات المؤزية يعني إيه كبرت يا دكتور يعني لو هي مع علاقات مؤزية فالعلاقات المؤزية موجودة من زمان كبرت إزاي؟ كبرت الناس كتير قوي بيع مرجع الجبان تلاعي بعض يعني أحكام طول الناس المشيات تحكم على الآخر تصدر أحكام تصدر أحكام بمعيير بمعييرها الشخصية مش بمعيير منطقية يعني الأنسب بالنسبالي هو أوكي صاحبي اللي مش أنسب بالنسبالي فبيبقى تاكسك نعرفه إزاي ده لا طبعا فيه إشارات كتير وعالمات بتبين كان الشخص ده تاكسك ولا لا أول حاجة الأثر في نفسي اللي بيسيبه الشخص على الآخر يعني لو أنا مثلا كنت في علاقة ولقيا نفسي أنها طول الوقت أنا متضايقة مش مبسوطة بحيث أن بعد ما بيحصل مكالمة التليفون أو لقاء أو حاجة بحيث أني أنا لأ في حاجة غلط أنا الموت بتاعي اختلف ده أول معيار تمام إيه تاني كمان أنه مثلا ممكن نلاقي أن الشخص نفسه كثير الشكوى كثير الشكوى يعني مثلا طول الوقت بيشتكي شكاي ده علامة من علامات الشخص توريين إن ده شخص تاكسك ليه لأن الحاجات دي معضية الإشارات النفسية أو الفايب اللي بتبقى طالع من الشخص نفسه بتبقى بتنطبع على الشخص اللي قدامي الشكوى الانتقاد عدم الكفاية طول الوقت شايفه مش كفاية كل ما بيعمل حاجة بيصغر منها كل حاجة المقارنات ده أكيد خلي بيك المقارنات كمان مش ما بين شخص وآخر ممكن يكون ما بين شخص نفس الشخص في مراحل مختلفة من حياته خلي بالك إنه برضو ممكن يكون الشخص هو تاكسك لنفسه يعني مش شرط يكون ما بين شخصين بمعنى أنا مثلا أنا كشخص مثلا بمارس على نفسي عبارات طول وقت سلبية أنا مش أنا مش كويس ممارس جلد الزيت جلد الزيت أو اللوم أو أعاتب نفسي كل شوية أو أنا بغلط كتير بس ده كويس أعتقد لكنه بنسب زي ما أنت قلت كده بالزبط كل حاجة بنسبة معتدلة هي كويس لكن لما بنروح للإكستريم هنا ما بتبقاش كويسة لأن زي ما أنت حديك قلت في أول اللقاء إنها بتأثر تأثير سلبي على الصحة الجسدية كمان صحيح طبعا أنا في بعض الأوقات يعني الشخصية دي أجهي نتعامل معاها لأنه في بعض الأوقات أنا مش دائما هقدر أتخلص من هذه العلاقة براو لأنها ممكن تكون في أقرب دايرة للشخص ممكن تكون جاي من الأسرة ممكن تم جاي من الزوج ممكن تم جاي من الأبناء من الإخوات من الإخوات براو عليك تمام فطبعا هذه علاقات مش ممكن js � mahdoll تخلص عنها ولكن هناك شيء مهم قوي الشخص ي Shouldwn's Living الوعي أبقوا أنا واعي وأنا بتعامل مع هذه الشخصيات بمعنى أن مش كل حاجة سلبية أو انتقاد أو لوم يتوجه ليا أخدوا على أنه حقيقة طب إزاي بقى هنا يعني إحنا دايما نقول أن النقد أو النصيحة دايما بتيجي من القريبين هنا تسمع النصيحة جاية من قواتك جاية من مراتك جاية من أولادك لا خلي بالك من حاجة أن الشخص اللي بيديك النصيحة هو قريدي عنده خبرات معرفية سابقة من خلالها بيقيم الشخص اللي قدامه ومن خلالها بيصدر الأحكام ومن خلالها بيصدر المناسب واللي مش مناسب بالنسبة لمن؟ بالنسبة لي هو صحيح مش ليك أنت فالوعي بمعنى إيه أن مش كل حاجة أنا هسمعها هتبقى 100% صح فهنا لازم أن أنا أتعامل بحيادية في الموضوع أن أنا أطلع نفسي من الموضوع أنظر نظرة حيادية هل فعلا أنا كنت محق في الحاجة دي؟ هل أنا فعلا هو كان عنده حق؟ يعني كأن بالضبط واحد صح بيجاي بيحكي لي المشكلة بس دكتور دا يتطلب بيطلق عليه أو بيتطلب وعي أصلا ونضج في الشخصية نفسها يعني أنا ممكن أكون شايفة أن الشخص اللي قدامي أطلق عليه هذا المصطلح الشخصية التاكسيك أو الشخصية السامة لأنه طول الوقت هو بيقول لي أنت مش في عندك مشكلة أو بينطاقت أو 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 في نفس الوقت ممكن يكون هذا الشخص حريص على العلاقة على سبيل المثل وإن عندي أنا مشكلة ممكن يكون هو صحيح بيكرر كتير ممكن كل دا بس هو ممكن يكون عنده وجهة نظر في اللي بيقوله إمتى أحدد أن اللي قدامي حقيقي عنده وجهة نظر أو إمتى أشوف لا دا هو بيحاول أن هو يقلل مني أو أن هو بيحاول يستمد جزء من ثقته في نفسه من أن هو يقللني إمتى أعرف كل دا زي ما أنت قلت كده السلف أوريس دي مهمة أوي الوعي بالذات دي مهمة أوي بمعنى إيه؟ بمعنى أنه فيه في الكميونيكيشن أو في التواصل فيه قاعدة اسمها قاعدة زهبية يعني إيه قاعدة زهبية؟ دي معظم الناس بتطبقها اللي هو وان تو وان يعني هو عمل معي كده فأنا هعمل معي كده فهو قال لي كده فأنا هاخد الكلام بتاعه بنفس المقدار بس فيه قاعدة بقى برونزية أحسن منها اللي بتقول إيه؟ عامل الآخر كما تحب أن هو يعملك فأنت الزري بسهل كل حاجة أنت من خلال تعاملاتك مع الشخص التوكسك اللي قدامك مثلا بتكبريه أن هو يتعامل معك بنفس الطريقة طب ده ما وصلش مثلا تبقى المواجهة يعني إيه المواجهة؟ يعني أقول له والله أنا الطريقة اللي أنت بتعملني بها دي أنا فهم أن أنت حريص على العلاقة لكن مش أنسب طريقة تتعامل بها معي أنا بحب واحد اتنين ثلاثة طب هل فيه أي نوع من أوجه التشابه ما بيننا للشخص المكتئب والتوكسك؟ بس هو خلينا نتفق اتفاق الشخص المكتئب بمعنى النامط الشخصية بتاعه غير الديس أردر تماما الديس أردر اللي هو الاكتئاب كاتراب هو لي أنواع كتير مختلفة نحن في ناس كتير قوي 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 مصابة بالاكتئاب وعيشة مؤسسينة وهم ممكن يكونوا عارفين أنهم عندهم أصلا اكتئاب الاكتئاب الباسم يعني إيه الاكتئاب الباسم؟ يعني أنت تشوفيه صباح الخير وبيبتسم كل حاجة لكن هو من جواب يروح بيته بيلبس ع بيت الاكتئاب هو مريض اكتئاب ولكن نحن نكلم على الشخصية الاكتئابية يعني بس نوضح بس يعني إيه بيلبس ع بيت الاكتئاب؟ يعني بيخش قطه بقى ويتقوقع حوالينا ياخد كل الصفات أو السمات بتاعة الديس أردر نفسها اللي هو بينسحب من اللقاءات الاجتماعية يعني مثلا هو بينزل للشغل بس عشان هو ده مكان بيحافظ عليه لكن بقية اليوم بتاعه هو متقوقع حوالي نفسه مش حابب بينزل مع أصحابه الحياة الاجتماعية بقت منغلقة طب الكلام ده مثلا هل ممكن نحكم على أسبوع؟ لا الكلام ده لو مستمر معي شهور دكتور فيه شخصيات بقى تانية؟ تكون بس ردنا على كلمة الشخصية الاكتئابية هل ممكن هي تكون توسك؟ الشخصية الاكتئابية هي اللي بتصدر طول الوقت الشكوى والتزمر طول الوقت واللي هو مش عاكبها حاجة وكلام ده كله هنا أنا لازم يعني عندي من الوعي أني أنا أميز أنه ده الطيب بتاعه كده مش طبيعة العلاقة هي كده هي دي بقى جزء من سؤال حضرتك فيه أشخاص طول الوقت لما بيبقى عندهم مشكلة مثلا لازم الدنيا كلها تزعل معي يعني ما ينفعش حد يعيش بش زعلان أنا عندي مشكلة طول الوقت هنزعل كلنا لغاية ما المشكلة دي تتحل طول الوقت زي ما بنقولها كده شكاء بكاء انت مش حاسبين اه انت مش مقدر انت مش حاسس انت مش عارب دي شخصية فيه نوع تاني من الشخصيات الشخصيات اللي طول الوقت دور ضحية أنا طول الوقت مجني علي أنا طول الوقت شخص معطاء ومحب للناس جدا بس حدش بيقدرني ومشكلتي ان انا قلبي طيب الشخصيات دي انا بشوفها بالنسبة لي انا متعبة جدا جدا بالنسبة لي ممكن الشخصيات تانية تبقى بيعرفوا يتعاملوا معاهم بس انا بشوف ان ده نوع من انواع الشخصيات التاكسيك تلاقي ان طول الوقت بيلقي عليك اللوم ان انت لازم تعملي مجهود زيادة انت شارفها وفين بس ها فيه مجهود لازم يتعمل بسي اقولك على حاجة في علم النفس لما بنيجي نتكلم على الشخص ما بنقول ان انت عايش في المجتمع هتلاقي فيه الشخصيات السمة وشخصيات الكئيبة والشخصيات المضطربة وهتلاقي كل الانواع من الشخصيات انت دورك ايه دورك انك تحمي نفسك من تأثير هذه الشخصيات على شخصيتك ده دورك مش ان انا اعدل سلوكيته اعرف اتعامل مع الشخص ده ازاي اخد منه ايه واحمي نفسي منه ازاي لازم اتعلم حماية نفسي فيه لفظ هيقول تيه كلنا كلمة كلنا دي دي اصلا تشوات معرفية بمعنى التعميم ان لازم كلنا نبقى زعلانين كلنا نبقى كذب طبعا دي مبدئيا كده لما تلاقي الصفة دي ظهرت دي معناها ان في حاجة غلط هو اصلا ما ينفعش يبقى كلنا واحد طبعا هل في حد جالك قبل كده وكان جاي اشتكيلك مثلا من علاقته بحد تكسك من افراد الاسرة واكتشفت ان المشكلة عنده هو ده كتير عنده هو عنده هو مش نفس المشكلة بيبقى عنده هو ضعف في جوانب اخرى في الشخصية اه انما بيشتكي من افراد الاسرة لا كتير اسكن اب اسكن ام اسكن اخ طبعا بنشوف ده بنشوف الام المسيطرة بدرجة ان هي احنا دايما نقدر نعتزل ما يؤذينا طالما هو بعيد انما طالما هو معي في نفس البيت اسمع بطراحهم اسمع بطراحهم يعني ايه يعني ايه برضو برضو هنالك اهم كلمنا فيه النهاردة أو الوعي بالذات يعني ايه اسمع بطراحهم يعني اكيد ماما دي القموس بتاعها مقتصر على حاجة معينة التربية هي اخدتها ما هيش مثلا تقدر نيت يعني ادركها ادركها صح كل ده لازم اسمع بوعي انا رد الفعل بتاعي انا هنا اللي بعول عليه بتنرفز وبتعصب وبغضب ولا بسمع بتراحهم يعني باخد الموضوع ماما انا نلاحظ كذا وده اثر علي وحسيت ان مشاعري مثلا ان جرحت لما انت مثلا كلمتيني قدام صحابي بالطريقة دي انا محتاج منك يبقى فيه مساحة خاصة ما بيني وما بينك نتكلم فيها مع بعض اتكلم اقول ولكن ما حكمش ما اقولش دي لا دي هي مش بتحبيني هي دايما تتعمد ان هي تهني لا طيب فيه بردو مصطلح بقيلة بنسمعه كتير جدا في الايام اللي فتت وفيديوهات بقى الشخصات النرجسية كيف هي تتعاون مع الشخص النرجسي كيف تقتل الشخص النرجسي معنويا وفيديوهات كتير جدا فاكرة شفت شانل اسمها حتى يدحك يعني بجد يوميات زوجة رجل نرجسي ده بجد شو معنى رجل يعني نفس الوضع مشكلة عندها هي وده اسقاط على الرجل بجد وده خد يعني منحة اكبر بكتير وده حسنا اللي انا مصطلحات كترت اوي مؤخرا كان فيه بركة ايام ما كنا من قول شخصي سامة بس كنا وقفين عند السامة اللي حصل ايه سمية الشخصيات النرجسية والتعامل معها ايه وهل كلنا فينا جانب نرجسي اصلا ولا لا طبيعي لازم يكون في كل شخص فيه جانب نرجسي بس احنا كل حاجة فيها الجوانب الصالحة وجوانب الطالحة بمعنى انه قد يكون شخصيات النرجسية دي مهم ان انت تكون معتزة بنفسك وبتشتغلي على نفسك وبتطوري وبتحبي نفسك ده حب النفس ده ده امر الهي يعني مش انانية خالص شفتي انا قلت ايه مش انانية خالص النرجسية تمتع بالانانية الطاغية وخلي بالي كمان ان الكتر استخدام لفظ النرجسي انرجسي انرجسي ده خلينا نشوف ان المتلقي او المتعامل مع هذا الشخص مهم زيادة عن اللزوم مش بيعجبه العجب يعني طول الوقت عمال يحكم على الشخص اللي قدامه وهو ممكن يكون هو مصير للنرجسية اللي جوه الشخص اللي قدامه انه هو كنوع من حماية النفس ممكن تظهر كنوع من حماية طيب شخص دايما عايز كل الناس تتكلم عنه سواء المحطنين بي يعني دايما يبقى مصار الحديث دايما بيسعى لجذب الانتباه ده توكسك ولا مش توكسك بيأذي اللي حواليه؟ لا بس هو عايز الناس تتكلم عنه خلاص بالنسبة قد ايه؟ يعني طول الوقت لا هو حياته كده ممكن يكون بيتدخل عشان يساعد حد عشان الناس تقول انه هو ساعد بيعمل شغل في المكان عشان الناس تقول لا ده ظاهر ده باين ما هي دي علامة بقى من العلامات دي علامة من العلامات اللي توضح لي ان ده شخص تكسك او يعني مؤذي بلاش سام انما اللي حواليه بقى هنا لازم بيكون يعرف يتعامله معاه اللي هو قط يعني اللي هو مثلا لو هو في مكان او حاجة وبيستحوز على كل الكلام فممكن احد يعمل مداخلة تانية طب بس انا عندي رأيي مثلا ممكن عايز اعرض الرأيي بتاعي يعني بمعنى ان منسبلوش الساحة خالص انت مش هو وحدك ممكن اخدوه بناحية فاسطة شوية او نحية ايجابية انه بيعمل خير طب ما اعمل خير انا كمان مثلا بس هل مثلا ان انا اعلن عن هذا الخير لا انا من جوايه ستصفايب اللي انا عملته يعني طولها تنحطش نفسي في مقارنة مع هذه الشخصية اخيرا يا دكتور فكرة انه الشخص اللي ممكن النمط اللي شازلي كان بيسا حضرتك عنه احيانا بيبقى الشخص فيه عيب او مشكلة ولكن بيبقى فيه حاجات كمان تانية كويسة طبعا امتى او ايه العيوب اللي ماينفعش حتى لو فيه مليون جانب تاني كويس ماينفعش اتعمل مع هذه الشخصية وهتكون بكل تأكيد تاكسك هو الكدب هو الكدب دي صفة دي صعبة جدا ان هي ممكن تتعدل فتعديل السلوك بس لازم يكون شخص مدرك ان هو اصلا يتمتع بهذه الصفة مشكلة لو هو اصلا بيكذب وبيكذب على نفسه كمان فدي بتقصر تأكيد طبعا سال بيكذب دي حاجة ما صعب شوية اه طبعا طبعا اه طبعا يعني هو الامريل الاساسية اللي بيتمتع تحتها صحيح يمكن زي مكرمت الكلمة دكتور حقيقة فيه علاقات في حياتنا احنا من ساعة ما بقينا عمانين نفنطها ونقسمها ونحط أسامي ونحطه مصطلحات صعبنا الدنيا قوي على نفسها بكل تأكيد زي ما كانت شخص لي بيقول اعتزل ما يؤذيك وفيه في بعض الاوقات لا مش لازم تعتزل ما يؤذيك ولكن تخد جنب مما يؤذيك لانه فيه احيانا شخصيات لازم تكون موجودة في حياتنا ولو قعدنا نعتزل كل ما يؤذينا نخسر الناس كتير جدا وفيه شخصيات زي ما حضرتك قلت الكذابة ماينفعش تكون موجودة في حياتنا فانا بشكر حضرتك جزيلا شكد دكتور بس انت فاروق استشاري الصحة نفسية وتعديل السلوك بشكورك يا فاندا مالك كل هذه الاضحات شكرا جزيلا فانا